كالوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر طلب من الكابتن حاذي إمام عدو مجلس دارة اتحاد الكرة ضمانات ضمانات وشروط عشان يرجع تاني لمنتخب مصر والضمانات دي ليه علاقة بتفاصيل كثيرة ليه علاقة بنزام الدوري ليه علاقة بالملاعب ليه علاقة بضمانات اللاهو شخصيا انه يكمل في ظروف هادئة وانه يشتغل في ظروف هادئة عشان يرجع منتخب مصر دي كلها محادثات مبدئية ما فيش أي خطوات في هذا الأمر خطوات ممكن نقول عليها رسمية ده بالنسبة لكالوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني